حسنا السلام عليكم غزالات انا اتجبت لكم اليوم نجدنا الى البريوش نستطيع ان اضغلوا الفترة من انواع اعطيت خلاصات الى شوكولة ثم اضغلوا إلى إنقاذ كيف تشاهدون هم محشين بشكور للدهن يجد لجينة خفيفة وزوينة وساهلين اقتصادية لا يوجد مقادر بزاف انتم معي ابدو على بركتي الله باش نتعرفوا على المقادر عندي هنا جوج معلقة الحليب نيده عندي 4 معلقة استنيدة لكن تستطيع تزيده معلقة كبيرة الخميرة الخبز راس معلقة الملح بيضة نحتاج البيض لها الاجين والاسفل نجوج معلقة الكبيرة الزبدة وخمارة وفاني وعندي 1 كيلو 500 جرام دقيق ابيض الحلويات هنا نبدأ باش ندروا الخميرة باش تفاعل كنناخد هنا معلقة كبيرة الخميرة فورية ودرت ربعات المعلقة الكبار السكر ثانية كيفما قلت لكم اللي كيبغي الحلاوة اقتر يزيد 5 ساعة الستة انا اكتفيت بربعة حيث نضيف لي الشوكولاد هنا يستطيع تجهد 1 ثلاثة معلقة كبيرة يكون شوية ادافة باش ما تخسرش لنا العجينة يكون غير شوية ادافة سوف تحركوهم جيد 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 باش هذه السنية تجنس مع التفاعل مع الخميرة سوف نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه تفاعل 10 دقائق حتى 15 دقائق حتى يبانو لنا هذوك الفقعات وغاتبالينا الخميرة بدأت تطلع الفق هذيك الساعة سوف نعرفو الخالي دينا روجت باش نستعمله كيف ما تشوفو هنا خليته 15 دقائق ها هو هنا يبدأ يتفاعل كيف ما تشوفو ما كان خليوه حتى خمير بزيف إلا كان عندكم الوقت انا كنت هنا مزروبة كان عندكم الوقت تقدرو تخليو حتى تطلع لكم هذيك الكشكوشة دي الخميرة هنا مني غادي يخمر لنا الخميرة دينا مني غادي تفاعل مع السانيدة تنحاولو نهبطو السانيدة حيث كتكون لعصقال تحت حاولو نهبطوها مزيان بحلقة ونبدأو نضيفو كل شي دابة امبدأو نضيفو على الدقيق نسبة لي ما عندوش هذي العجانة اكتر يدير كل شي في القصرية ولفشي بانيو يكون كبير هنا يضفت سكر السانيدة فاني والملحة الملحة ما كان ديروهاش مع الخميرة بش ما كانت تخسرهاش لنا تنضيفوها مع الدقيق هنا درت فرقة الابيض بيضاء الاسفر اخذت الابيض واخذت جوج معالق هنا ديال بدقاء ديال لحليب نيدو الى ما كانش تقدروا تعودوا واحد نصف كاس ديال الحليب ولا كاس ديال الحليب حتى الى بيتو تعجنوها بالحليب تهي كتجي رائع وتجي احسن فش فشا فعواد الماء دافي كتعودوه بالحليب حليب توك يكون دافي نضفت هنا خمارة حمرة وجوج معالق ديال الزبدة يكونوا بالحرارة ديال المطبخ يعني ميكونوش خريم تلاجة وعندي المدافي هنا غادي نضيف حتى الجمالية العجينة ديالي هنا كيف ماشتو هاي الجمعات خديت واحد ازلافة دهنتها بزيت باش ما تلسقش لها العجينة كيف ما كتشوفو نحاول نحيدا ذوك البقايا اللي بقاو تم ديال العجينة ونضيفهم العجينة ديالي عجينة كيف ما كتشوفو ورا كتكون خفيفة ما كتكونش قاصحة وما كتكونش جاري يعني بحال هاكا كتكون خفيفة مدلوكا مزيان حاولو لما كي نشي العجينة دلكوها دلكوها مزيان مزيان بحالكا وديروها في الزلافة بحالكا مزيتا باش ما تلسقش ليكم ونغطيوها بلاستيك غذائي ونخليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها تقريبا واحد نص ساعة بحال دبالي كان عندكم الوقت تخليوها الضعف حتى اكثر من نص ساعة كيف ما كتشوفو هنا هايا خليتا خمرات هنا نص ساعة وطلعات مزيان هنا ونستعم بالدقيق فرص ضروري باش غادي نفرشوه نديرو فسطح العمل وغا نحاول نخوي لجينة ديالي من الهواء على هاد الشكل ونحطها فق سطح العمل اللي ديما كنقول لكم كي يكون نقي يعني ضروري كن سمغسله بجافيل ضروري حس كنعجن فيه بزاف ديال المرات وكنحاول هنا ينجمع لجينة ديالنا بالساعة ديال الدقيق باش ما تلسقش لنا راح تكون خفيفة انتو ما بويتوا تشكلوها على ثلاثة ديال الاشكال اللي بغيتو انا غادي ندير نقسمها غير على جوش وغادي ندير كيف ماشتوا معي في شكل الولاني غادي ندير غريسات صغار والاخرين غا نديرهم بحل كروازات صغيرين يكونوا عامري فوقي بشوكولة هنا يقسمت العجين الخرا خليصها عادية وهذه هنقسمها على كويرات صغار وهما هذوك القريسات الصغار اللي يكفشون معي في الأول اللي مزوقين بجنجلان وهنا غا نحاولو نكوروهم غربي الدينة نكوروهم زيان نديروهم على شكل كروي بحل هكا يكونوا مقادين لكن عندكم الميزة نخدمو به تقريبا نديروا واحد عشرين جرام كل واحدة تكون فاشية عشرين جرام باش يجوكم مقادين إلا ما كانت بحلقة غير عينكم ميزانكم يعني تقدروا تشكلوا الكويرات اللي بغيتوا باش تديروهم على شكل باقت يعني باش تديروها على شكل بريوش يكون في المول و تدخلوه الفرن مهم هذه العجينة كتصلح البريوش كتصلح القرص كتصلح الكرواسة يعني كيجوز وينين هنا انتم مال اختيار يبقى لكم هنا كيف مشتو كنكورهم غير عاديين هكا مدورين حاولوا نكورهم بيدينا سافوا اللي احتاجين الدقيق كيف ما كتشوفوا ضروري نديرو شوية الدقيق فقصتها العاما باش يتجمع لنا الكويرات هنا اختيت شوكولات غير هادك صغير ربعة ريال هادك الكحل قطعته على ربعة وهنا يبدأ ان عمر به القريصات ديالي من الداخل تقدروا تعودوا حتى بالكون فيتور الداخل ولا تعودوه بشوكولات ديال الدهن انا درت فيه هادا شوكولات اللي مقطع والكرواسات الاخرين اللي غادي نشارك معكم ما تشوفوهم درت فيهم شوكولات ديال الدهن اللي كنا ناكلو يعني اللي كنا نديرو في الخبز هنا يا انتوما اللي بغيتو بيتو تتعمروا بقان فيتور بيتو تديرو في حتى الفرماج كي يجي زوين رائع درو في حتى الفرماج بيتو تخليوا بحلقة سامبل ديرو في طريف ديال الزبدال داخل باش كي يجيو خفاف كي يجيو زوينين وشاش هنا يا الاختيار كيبقى لكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم اه في الدار يعني ما نكلفوش راسنا اللي متوفر عندنا هو اللي نستعملو مهم هو غنشوفو غير الطريقة ونقدرو لعجبنا الشكل حتى هو نديرو بحالو مهم الطريقة ديال ديال العجينة هي ناجحة زوينة وكتجيل بزاف ديال الاشكال كيف ما قلت لكم تقدرو تديروها بريو شو تديروها كرواستة بحلها كديروها غريسات تشكلوها الاشكال اللي بغيت هنا غادي نستعمر هادي حاولت نقسم الناحية جاتني شوية كبيرة غادي نضيفها الهادي الصغيرة وغا نكمل هنا الحشو ديالها بشكلات وغادي نخليهم يخمروا يدعف الحجم ديالهم وعد من بعد غادي نخرجهم نحيدهم زع ما نعري عليهم ونغا ندهنهم بأسفر البيضاء مع نقيطات ديال الخل وواحد معي القديل الحليب وغادي نضيفها الزجينة الثانية اللي غادي نحضرها على شكل كرواستة كرواستة صغيرة كرواستة صغيرة ورين انا درتهم بأكس بخير صغيرة زع ما باش ما يدعوش لنا يعني اللي كي ياخد وحيدة يكملها حيث إلا درتهم كبار بحالك يقدر أوليدات صغيرة ما يكملوش يعني غايبقى لك بزاف كل كرواستة غادي مع دودة لهم تدري هادو صغيرة ورين والشكل ديالهم حتى هو كي يجيزوين وكي يجوك بكمية كثيرة هنا غا نحاول نصرح العجينة بالمدلك نصرحها مزيان هاكا تكون مطلوقة ما يكون ش ثمك ديالها يكون رقيق بزيء ويكون شوية موين حيث فيها الخميرة غادي تخمر وغادي تضعف الحجم ديالها هنا غادي نطلقها مزيان وغادي ناخد جرارة ديالبيزا وغادي نحاول نقادها على شكل مربع بحال هاكا مربع يكون كبير نقاد الجوانب وغادي تلعجينة ما غاديش نضيعها حتى هي غادي نعود نشكلها غادي ندير هادو بف بلاستيك غدائي وغادي نخليها الترتاح نقاد الجوانب مزيان حتى نحصلوا على شكل هاكا مقعد وغادي نقسموها على جوش هاكا في العرض دياله وغادي نشكل متلاتات اللي غا يكونوا طوال يكون طول ديال الراس ديال المتلات يكون كبر من القاعدة دياله باش كي يجيكم بحالكة شكل ديالهم كي يجيزوين كنتو بغيتو تديروا دير بتيبة يعني بلما تقطعوا بحالكة متلاتات يكفي تقسموهم على جوش وسافو تعاودو عاو تانيف طول على بعدياتهم طول نيشان سافوهم بعد كتلويوهم هاكاك على بعدياتهم كي يعطيكم واحد اللي بتيبة انا درت هادو بحالكة دي ديك خواصة فوغي بشكلات هاو شكلات اللي استعملت انا استعملت هادا كشكلات دير الدهن اللي كنديرو في الخوز عادي وليدات صغار تأجبهم شكلات علشان اللي نسهبو لهم بحالكة شهي وتزوينين إلا كانش كيف ما قلت لكم ما كانش شكلات تقدروا تعودو بالكام فوتور كي يجوزوينين هادو تقدروا تديروهم حتى ما الحين كي يجو فنين حيث ما كيكونوش حلوين بزاف تقدروا تدهنوهم بالفرماج وتحكو عليهم كاشر وعد شكلوهم الدوائر بحال هاكا كيف ما كتشوفوا هي كرواسة اللولة سايبتها ردهنت اللاتة ديالي بالزيت وغادي نكمل تشكال ديال الكرواسة وغادي نستفها كاملة الماكينة وحتى هي غادي ندهنها بأسفر البيض مخلط مع قطرة ديال الحليب وديال الخل باش مكي عبقاش لنا ذيك الريحة ديال زفورية ديال البيض استعفو حتى هي وغادي ندخلهم مياه غادي تخمر لي العجينة ديالي تهدي غادي نخليها ضروري تخمر غادي نكون سخنة الفران من الفق ومن الزحت يكون دخون مزيان ومن بعد غادي نطفي الفق هنخليها حتى تتتحمر من الزحت حيتي تكون خفيفة ضغية نقابلوها ضغية كتتتتحمر ومن بعد غادي نشعل علىها من الفق حتى غادي يتتحمره مزيان سوف نحصل على الشكل مذهب اللي بغيت انا ومن بعد غادي نتفعله هنه غادي نكمل كيف مشتو هادو الكرواسات الشكل ديالهم يعني تشكلوهم بالشكل اللي بغيتو هاد العجينة صالحة يعني تشكليها كيف ما بغيتي وباللي اتعمريها باللي متوفر عندك في الدع هادو من بعد ما خمرو كيف مشتوها مضاعف الحجم ديالهم دهمتهم بأسفر بيضاء والحليب كيف ما قلت لكم ورشيتهم شوية ديال الجنجلين ونطلقا مع الطبق نهائي اللي هو هادو من بعد ما طعبوا خرجتهم من الفران جاوزوينين وخفاف خفاف بزاف وارطبين والعجينة ديالهم كتجي خفيفة وارطبة من الداخل يعني ما كيجوا لام عصدين لتحاجة كتجي وخفاف ان شاء الله تجربوهم وغي يعجبوكم كيف ما قلت لكم تشكلوهم اللي بغيتو الشكل اللي بغيتو ها ما القريسات هنا راح حاولت تحليتهم لكم من الداخل بيش شوفوا دك الشوكولة كيف دير وكيف ماشتوا غي كم ضغط عليهم ترجعوا يتنفخوا يعني عجينة ديالهم ناجحة هادو الكروسات صغر كيف ماشتوا الشكل ديالهم كيجي يزوي وان كيجوا فني حتى هما تيجوا خفاف بزاف وكيجوا خاوين من الداخل كنتمينا هاد الفيديو يعجبكم وهاد القريسات هادو هاد القتيرة اللي يدرت لكم اليوم ادي القوتي يعجبكم وما تنسونيش من لايك وابوني لك انتي كتش تشوفي القناة ديالي اول مرة وما تنسوش من البارتاج مع الاحباب والاصدقاء ديالكم وانتلقوا ان شاء الله في فيديو قادم مرحبا بكم الى اللقاء